رحب بحضراتكم من جديد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عمل اجتماع بارح تابع فيه الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية ووجه سيادته بالبدء في إنشاء محور الحضارة واللي هيكون مدخل إضافي جديد لهضبة المقتم ويربط بينها وبين منطقة متحف الحضارات وعين الصيرة وصولا إلى كورنيش النيل بالمعايد اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق والدكتور طارق الخضيري مدير عام مصنع إبداع للرخام والأعمال الفنية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية وقد تم في هذا الإطار عرض الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات قطع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية لسيما المحاور الخاصة بالقاهرة الكبرى حيث وجه السيد الرئيس بالبدء في إنشاء محور الحضارة والذي سيكون بمثابة مدخل إضافي جديد لهضبة المقطم حيث سيربط بينها وبين منطقة متحف الحضارات وعين الصيرة وصولا إلى كورنيش النيل بالمعادي كما سيتقاطع مع عدد من المحاور العرضية الجديدة الممتدة إلى منطقة شرق القاهرة والقاهرة الجديدة كما وجه السيد الرئيس في ذات السياق برفع كفاءة وتوسعة المحور القديم المؤدي إلى المقطم من طريق صلاح سالم ليصبح خمس حارات في كل اتجاه بما يساعد على ربط هضبة المقطم بمختلف أحياء القاهرة بشكل سالس ويتيح انتقال المواطنين على نحو يسير كما تم استعراض جهود رفع كفاءة الطرق بمحافظة جنوب سيناء خاصة من ويبع إلى طابة فضلا عن الموقف التنفيذي لتطوير شبكة طرق الصعيد لسيما ما يتعلق بمحور المراغة حيث وجه الرئيس بتعزيز سير العمل في تلك المحاور الجديدة المهمة على نهر النيل بهدف تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة وأضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس طلع أيضا على جهود استغلال وتطوير المنطقة الخاصة بمحطة المونوريل في شارع يوسف عباس بمنطقة مدينة نصر بالإضافة إلى تطوير منطقة نادي الشمس والأراضي المحيطة بها إلى جانب استغلال الأراضي الفضاء الموجودة على جوانب المحاور والطرق بهدف تنفيذ الوحدات السكنية البديلة وكذا الموقف التنفيذي الخاص بمدينة السيارات العالمية كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية لا سيما مدينة الجلالة فضلا عن جهود تطوير مطار سانت كاترين ليتواكب مع التطوير الشامل للمدينة في إطار تنفيذ المشروع الروحاني والسياحي الضخم التجل الأعظم فوق أرض السلام وأشهد الاجتماع كذلك استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة خاصة اللمسات النهائية الخاصة بمسجد مصر والتصميمات الهندسية والزخرفية بدار القرآن الكريم كذلك اللوحات الجدارية الخاصة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية فضلا عن التنصيق الحضاري الخاص بمداخل العاصمة الإدارية لا سيما على الطريقين الدائري الإقليمي والدائري الأوسطي مبارح كمان سيادة الرئيس بعث ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا توضرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد وقال سيادة الرئيس أن تزامن عيد القيامة المجيد مع شهر رمضان المبارك على أرض مصر مهد الرسالات السماوية لهو دعوة إلى التمسك بالقيم الدينية النبيلة التي تدعو إلى قوة التلاحم والترابط وتعزيز روح التضامن والتآلف والتي تتجلى دوما في أبهى صورها على أرض هذا البلد العظيم على مر التاريخ كمان مبارح بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببقية تهنئة لقداسة البابا توضرس الثاني بابا الأسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد القيامة المجيد وأكد الفريق أول محمد زكي اعتزاز القوات المسلحة بالمواقف الغطانية لقداسة البابا وبعطاء الأخوة والأبناء الأقباط من رجال الجيش المصري وتضحياتهم للدفاع عن مقدسات الوطن وتاريخ الحضاري المجيد وكمان بعث الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببقية تهنئة مماثلة لقداسة البابا توضرس الثاني بهذه المناسبة فريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أرسل مبارح ببقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح أسيسي الرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الأربعين لتحرير سينة وجاء فيها أن رجال القوات المسلحة يؤكدون وفاءهم للمهام والمسؤوليات التي يحملون أمانتها محافظين على ما تحقق على أرض سيناء من إنجازات طمحة متمسكين بروح أكتوبر والاقتداء بجيلها العظيم وكمان بعث الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح أسيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة القوات المسلحة بعياد تحرير سيناء تقرر فتح العرض المكشوف ببانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية مجانا لاستقبال الجماهير بدءا من غدا الأثنين وده حرصا من القوات المسلحة على نشر الوعي والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعرفهم بأمجاد وبطلات أبناء مصر وتضحياتهم فداء لعزة الوطن وكرمتي مبارح كمان أجرت سيدة انتصار سيسي قرينة رئيس الجمهورية تصال هاتفي مع دعاء الشحات والدة الأشقاء الثلاثة اللي توفوا إثر حادث أليم قبل أيام أعربت سيدة انتصار خلال الاتصال أنه لا يوجد كلمات يمكن أن تعبر عن الحزن والألم الذي يعتصر قلوب الجميع لهذا المصاب الجلل وحرصت سيدة انتصار على تعزية والدة الأطباء الثلاثة هاتفيا لإبلاغها مواسطها الصديقة كأم قبل أي شيء وتقديم أي دعم ممكن للتخفيف عنها كمان أبناء بارح كان في مجموعة من الأخبار المهمة والمتنوعة اللي حصلت منها جولة رئيس الوزراء بعدد من مصانع مدينة العشر من رمضان وترأس البابا تودرو ستاني ترأس قداس عيد القيامة المليد في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت مبارح منها تهنئة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سينة وعودتها لحضن الوطن وتعاهد مدبولي في البرقية اللي أرسلها لسيادة الرئيس بمواصلة الحكومة بذل قصارى جهدها من أجل تحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلد كمان مبارح أرسل الدكتور مصطفى مدبولي برقية تهنئة للفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة الذكرى أربعين لعيد تحرير سينة وعبر رئيس الوزراء عن أخلص التهاني القلبية للقائد العام للقوات المسلحة ولجميع رجال القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود وأعرب عن تمانياته ليهم بالتوفيق والسداد من أجل مواصلة مسيرة النهضة التنموية اللي بتشهدها البلد إمبارح تفقد الدكتور مصطفى مدبولي عدد من مصانع مدينة العاشر من رمضان وقال إنه فيه تكليفات دائمة من الرئيس بالعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع الصناعة ومواجبة أحدث التكنولوجيات على المستوى العالمي ونائل الخبرات الفنية للعمالة الوطنية كمان إمبارح ترأس قدست البابا طوادرو سيثيني بابا الإسكندرية وبطريارك الكراز المرقصية صلاة قداس عيد القيام المجيد بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية وشارك في الاحتفال عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الدولة ومندوبين عن رئيس الجمهورية والأزهر الشريف وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ